حددت رئاسة الجمهورية موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة فيما أشارت لأمكانية تعديل قانون مجالس المحافظات خلال الدورة المقبلة للبرلمانة وقال المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية منيف الشماري أن الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة مبينا أن رئاسة الجمهورية ستعتمد اسم مرشح هذه الكتلة لرئاسة الوزراء ويقوم الرئيس دستوريا ملزما بمنح مرشح لرئاسة الوزراء وحول قانون مجالس المحافظات أكد الشماري أنه لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون ومن المحتمل إجراء تعديل على قانوني مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة ترجمة نانسي قنقر